بعد جهد جهيد قرر رئيس الجمهورية أن يدعو إلى الاستشارات النيابية الملزمة لكن الغريب أن ميشيل عون وبدلا من أن يدعو إلى الاستشارات إما في نهاية الأسبوع الجاري أو في مطلع الأسبوع المقبل فأنه أجلها إلى منتصف الأسبوع المقبل أي بعد سبعة أيام تماما فهل التأخير في إجراء الاستشارات جائز إلى هذا الحد؟ وهل أضحى الدستور مع مواده ومندرجاته وجهة نظر أيضا؟ للأسف هذا هو الواقع ومتى عرف السبب بطل العجب والسبب هو كالعادة صهر العهد جبران باسيل فالأخير لا يريد حكومة إلا وفق شروطه ولا يريد إلا رئيس حكومة يستشيب لمطالبه ولأن اسم ميقاتي هو الوحيد المطروح للتكليف ولأن ميقاتي لم يقبل بالشروط الباسيلية فأن الاستشارات تأخرت شهرا كاملا كما أن هذه الاستشارات يمكن أن تؤجل من جديد إذا لم يستجب ميقاتي للشروط الباسيلية إذن مرة أخرى صرنا تحت رحمة جبران باسيل وأهوائه ورغباته ومرة أخرى صرنا أمام المعادلة الآتية إما الرضوخ لشروط باسيل وإما لا حكومة ولا من يحكمون فهل عهد ميشيل عون هو عهد في خدمة لبنان أم في خدمة طموحات جبران جبران ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر